السلام عليكم 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 قادمة ممكن يعني نتطرق لها طيب الآن نرجع للإكليبس طبعا ما زال الانستوليشن قائم لكن في نهاية الانستوليشن راح يكون عندك برنامج إكليبس أنا أعتقد طبعا الانستوليشن ما زال قائم لأنه جالس سوي داولود من انترنت للإكليبس الجزء الخاص من الإكليبس فلعن ننتظر الداولود هذا إلى أن ينتهي حتى نشوف في النهاية برنامج إكليبس قدامنا يعني يعمل وخلاص ننتهي نبدأ ننتقل للدروس القادمة اللي فيها نبدأ فيها الكلام عن ما هي البرمجة وكيف البرامج اللي راح نسويها وبرنامجنا الأول اللي راح نسويه إن شاء الله باستخدام لغة جافة وبيستخدام بيئة تطوير إكليبس طيب الآن انتهى طبعا الانستوليشن للإكليبس الآن لو ضغطنا على لونش راح يشتغل عندنا برنامج إكليبس زي ما تشوفون وراح تظهر لنا شاشة للترحيب لاحظ طبعا عندي هنا صار في أيقونة للإكليبس على الديسكتوب هنا زي ما انت شايف قدامك نفسه هنا الإكليبس الآن يقول أبغى اختار المكان اللي راح أضع فيه كل مشاريعك البرمجية اللي هو يسميه هو الورك سبيس أو المساحة العمل طبعا راح يضعها في المكان هذا فنقول أوكي الآن وبعد كذا يشتغل لنا البرنامج برنامج إكليبس خلنا نشوف الآن كيف ننتظر البرنامج حتى يشتغل الآن اشتغل برنامج إكليبس ظهرتنا شاشة ولكم هذه اللي هي الترحيبية في إكليبس طبعا ممكن تضغط أنت إكس على الولكم هذه وهذا الآن إكليبس الآن نحن جاهزين للدروس القادمة أتمنى إن شاء الله أن يكون العمل لنستليشن عندك بنفس السهولة والبساطة إذا كانت مشاكل ممكن أن يتم كتابة المشاكل هذه وقد يتم تبادل الخبرات فيما بين الجميع ومساعدة البعض يعني يكون في مساعدة فيما بين الطلاب المشاركين في المشاكل الممكن تحصل أثناء عملية الإنستليشن غالبا هذه يعني تكون لدى البعض عقبة يعني نوعا ما بسبب بعض المشاكل تحصل في الإنستليشن فلعلنا نساعد بعضنا إن شاء الله في المشكلة هذه ننتقل إن شاء الله الدروس القادمة اللي فيها راح نتعرف على مفهوم البرمجة نتعرف على البرامج ونكتب برنامجنا الأول إن شاء الله